فريال يعني التصريح هذية اللي نسلت حسب رايك هي وقاع اه اختراحها من قبل الاحزاب هذية؟ اكيد وانا نقول للاحزاب هذية انه من احسللها انه تدعم روحها بوسائل اخرى يعني انت تتهم حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ففي فبراكة تصريحات امتعة كنتي؟ ما نقولش انه ولا اتهمهم هما شخصيا انا حتى قتلك مذابية نسأل الصحفي اللي اكتب الموضوع هذية واللي قال نقلا عن جريدة كويتية ومجالة كويتية الله واعلم المصدر اشنوه يعني كانت حق لي لابا اني نعرف شو المصدر بالضبط لانه لازم قبل ما اقبل ما نتكلموا على اي مصدر في الخارج نتأكدوا هو اكتبوا للي قبل ما نظموا اي جريدة كويتية او عربية هو ما نعرفش بصراحة كما قتلك هو اشتياج شخصي او تملك لاحزاب معاينة معانه ما حاطش اسمه في المقال او مرتشي او مأجور ما نعرفش الله انتو ما ادرأ ومصدركم اقوى مني بصراحة اذا اكدوا المعلومة انه في ريال يوسف تنفي ما صدرها عن بعض المواقع وبعض الجرائد اللي كتبت انه جريدة كويتية معاني من شك يعني انه فما جريدة كويتية او مجالة كتبت يعني او عربية عالموضوع هغاية اشكلي انه انطلق حاجة سبب اللي خلاني نشك انه المصدر من الكويت في الكويت ما نعرفوش اسمه اسمي في ريال جراجة يعرفو في ريال يوسف من يوم ما جيت مصر انا لهنا البلدان العربية وصحافة العربية لما تكتب علي اي خبر او اي مقال او اي انترزيو يكتبوا في ريال يوسف في ريال جراجة هذي مني نعفوها ما يعفوهاش هزا رحكت انه انه الكلام هذيه خرج من تونس بالاسس او صحفي تونسي موجود برا وكتبوا منها رشوة تناولوا للمواقع يعني تونسية تناولوا لاخبار هذيه لكن هنقول لهم من الاحزاب هذو ما الاحسن انها تدعم روحها بوسائل اخرى ببرامج اوضح اتحقق اهداف الثورة ومطالب الشعب في عوض التناحر على الكريسي والتمكين وطريقة خلينا نقوله لو يزيرها قال شنو احنا الاغلبية والاغلبية معانا مواطنين وفناني لليه هذيه الكلام ما عادش اثر على الناس وانا المنفولاسيون هذيه نرفضها وانا الاستفزاز اللي صار لي وخاطر مواقع عديدة وعديدة جدا اه ناقلة الخبار قلت خليني اه نا ندخل واندي حق الران وزاد اللي زاد اتقلقني اكثر انه لما كان عندي صورة في ميدان التحريف في يوم خلسين ايه ايه ثم برشة طويلسة يعني دخلوا يتكلموا على الصفحة متاعية وحقهم طبعا يقولولي انتي ما عندكش موقف واضح انتي تبيرح مع النعضة وتشكر فيهم ومنعرف شنوها وتشكر في حزب الرئيس واليوم شوفوهن شوفوك في ميدان التحريف اه اه يدروني بعض الهجوم هذية وكأني انا عندي انفطان في الشخصية يعني اليوم مع هذوما غضوة مع ناس اخرين اللي انا عندي رأي وكما قلت لك في اول مداخلة انتهي معك انا رأي نحتفظ بيك اخنانة يعني ما نقوموش على الملاقف على المواقع الاجتماعية او انا رأي نقول له مع ابحادي مع يلسي مع النتلي نعرتهم وكلا وعندي خطوة فالاخر نقتلي بيها ونحط ونقتلها ونقتلها ونقتل الحزب المصدر رغم انه رأيك رأينا سياسي فهمنيها من خلال تصريحاتك معنى انتي اللي اه اللي نفهمه انا معناتها بعقلي بسيط نرجى بنقول اللي انتي معناتها مكش قريبة برشا لا من حزب حركة النظر ولا من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية رجمتكو واضح واضح وجودك في ميدان التحرير اه في مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المرسي يدعم كلمين وتضمت مع جملائك الفنانين اللي محبته الى ميدان التحرير كيف كيف يأكد الكلام اللي يقول فيه فنانة تونسية تنزل للمظاهرات المصرية في شأن مصري على تن الفنان التونسي يهتم بقضايا بلده اكثر ويكلم عليك هنا عند البعض يقول لك فريال يوسف معناتها من المفروض انها لا تتدخر في القضايا المصرية او في الشأن المصري انت معناتها موجودة اه تخدم كفنانة غادي هدايا هدايا رأيكم ونحترمه بطبيعة مش رأيانه لما كتبها على الصورة اللي نزلت شوف انا اول حاجة ما هبطتش مع الفنانين وما كنتش عارفة شكون من الفنانين اللي هكته لانه هبطت مع اصدقاء بعد عن الوسط الفني تماما اصدقاء شفتهم طبعا عندي اه علاقة صداقة تربطني بيهم اكثر من فنانين ونشوف الناس كيفاش الاحوال متاحة يعني تتغير البوابين العمال اصدقاء اللي عندهم اعمال حرة كيفاش صار ضرر لفترة الاخيرة انا ما كنتش مجم نمشي لالتغناج التغناج عخاة لمكنش هنا اي اصدقاء في البلاد قعدنا جمعه واحنا معناش اي اصدقاء نتر اني نشوف اي كرة تمشي بالجاز بايش توصلني او تكسي بالجاز بايش نمشي ننطور وبايش مع اه يعني الكاميرا كدوري از الممثلة يكون موجودة انتتاعف ما نعطرش الهاتف فاللي اضطرني اني منزل اول حاجة تعاطش مع الناس اللي دائرين بيا لهنا اللي نعرفهم وعشرتهم والوضع اللي شايفتهم تردي والغلاء في الأفعار والناس اللي تعدى ياسر والناس تلاقية تاكل والله العظيم تتعشى وتاكل في الماء والسكر يعني الوضع له الدرجة في ريال لهذه الدرجة هو مقبل حتى ثورة فما ناس عايش على الخبز والماء بعد الثورة فما ناس مش ملحقة يعني أفراد العائلات لهنا يعديد كبيرة تلقى عائلة متكونة من 6 أو 7 أنفار وكيما تعرفوا رغيف العيش لأنا في مصر زيت سعر زيت فما يخلتوش على الخبز والله القمرة اللي أنا شايفتوا هنا وشايفين كل تاريخ حزب اللحرية والعدالة من 1928 وتاريخهم الحافل يعني بالإيديولوجياتهم المعروفة خلاني نكون عندي رأي خاص وتضامن مع الناس اللي أنا نعرفها مخاطر إلا ما عبتش مع الفنانين والله ما كنتش نعرف حتش كل فنانين يعني كنت معرفة وقتها رأني فريت شوقي لأنه كنا وقالت لي باش نعبط لكن معديش شكرا من الفنانين الأخرين في كنها بطين أنا عبط مع نيس أخرين وعبطت من الأربعة من تلعشية وشفت مشهد جميل جدا شفت ناس عديدة وكل ومختلف طبقات المجتمع موجودة في ميدان التحرير وكلهم يد واحدة وكلهم حتى ما كانش يعني المغامم تاحهم أو معنوياتهم مرتفعة جدا في أول يوم لك أنا حمالة كنت مرزورة في ريول كتبت على الباجمتاك فيسبوك الثورة في مصر الآن غدا في تونس استيقظ يا تونس الآن وإلا فلنت استيقظي أبدا الكلام هدا كتبته أو لا ما كتبتهوش كتبته في صحيح هذه كصفحتي طبعا صفحة شوفوا احنا عنا انت خبيت رئاسية في المرحلة القادمة لكن حتى حد ما يعرف تاريخ وقتيش يتم تأجيل كل مرة وإنا مواطنة ونتكلم معك أنا مش فهنلينة فريض مواطنة أما خليك معايا لي لحظات عندي حاجات هل تعتبر أنه ما حصل في مصر البارح وهو ثورة هو ثورة وانتفاجة شعبية ما عنداش أي علاقة ما هوش انقلب عسكري انقلب مولة لإطلاقا هو المجلس العسكري يستجيب لنداء الشعب الثورة في مصر الآن غدا في تونس كأنك تطلب من تونس بشتبع مصر والله أنا شوف أنا مش مسألت ثورة مسألت استفاقة مسألت وعي مسألت أنه الناس طوام مش محتاجها رأي أو محتاجها رأي اللي حد فينا استيقظي يطولت الآن وإلا فلن تستيقظي إلى الأبد معناته أخرجوا للناس للشارع واستيقظوا لا لي فجتول لا لي مش تحريض أنه أنه تخرج الناس إحنا عنا انتخبات في المرسلة الجاية مش تصير ومزيغ منتعنا هم الفصل واضح لكن مواضح أنه لازم الناس تكون عندها درجة كبيرة من الوعي لأنه انتم عارفين حتى في مصر اللي هنا يقولوا حتى التعليم نقص على تونس يعني فمع الناس درجة الناس ما هوش متعلمين لكن حالة الوعي اللي صارت من خلال وسائل الإعلام من خلال متابعتهم للأوضاع من خلال معيشة الوضع المعيشي متاحهم اليومي هذي لكل عمل استفاقة كبيرة للشعب انتم شفتوا الطوفين اللي محذج حتى حد من كان مؤثر عليهم بشعب فريد نتوي صفحة سياسة وفي صخيقتين نفتح صفحة الفن كمال تصوير مشاهدك الأخيرة في مسلسل نقطة الضعف تقريبا العمل شبه جاهز بطولة الناجب السوري جمال سليمان رانيا فريد شوقي وانتي بتبعها موجودة في البطلة في هذا العمل اخراج احمد شفيق معناتها العمل هذي لو كنا نعرفه كلمتين على دورك دوري جديد ياسر مع عمري ما خدمت او قدمت دور سوافي تونفة في مصر هذي النوعية هي دور فتاة تقدم بها سن الزواج عندها كل الكماليات يعني بنت عائلة اللي بيف عليها احليلتها مصقفة ونشحة في خدمتها كل شيء لكن تأخير سن الزواج بالنسبة لها اثر عليها شوية نفسيا وقابلت من بعد دور كوميديو ولا دور درامي هي دراما استناعية رومانسية وانا نوعا ما مش كوميدي لكن الشخصية غريبة شوية نوعا يعني عمري ما قدمت بالنوعية ذي وخاصة ان الشخصية مؤمنة جدا بالابراج وانها تخطت يوم وحياتها كما بكلها الكتاب واضح العمل اللي هو بشي يتعدى في الوطنية الثانية الوطنية تونسية ولشه الله تشوفو زد في عشر قنوات عربية مثل اي ار تي او 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 مصر والمقرية شكرا لك في ريال يوسف برك الله فيك شكرا لك على كل هذه التوضيحات اقصد التوضيح حول التصريحات التي نسبت اليك والتي انت فنتها وكيف كيف التوضيح ووضعا يقطع الحروف على استاتيوب شكرا لك في ريال يوسف انتظار ان نلقاوك على ال